فقيرة جدا الكلمات لما بنيجي نتكلم عن أمنا العدرة مريم الواحد اللي حقيقة بنيجي في قموس الكلمات ما يشبه هذه الأم العظيمة نقول إيه نقول الأمومة، التواضع، التسليم، المحبة، الحكمة، بزل الذات، الخدمة العظيمة حاجات كثيرة جدا ممكن نقولها على أمنا العدرة مريم يترى خلال فترة الصوم اللي جاية حد عنده استعداد يشتغل على نفسه في فضيلة واحدة من فضاء الأمنا العدرة يخرج بيها من الصوم ده حد عنده استعداد كل يوم يقرأ عن أمنا العدرة مريم ويخرج بسطر يشعر كده أن السطر ده خاص بهو ده الحياة وهو الشخصية حاجات كثيرة عظيمة ممكن نكتسبها من الصوم المفرح سوم أمنا العدرة مريم، الحقيقة بتلاقي الناس كده صايمة وهي فرحانة وهي طول الوقت عايزة ترنم وتسبح وتقول كلام كتير لأمنا العدرة اللي ليها وغدة من قلب كل واحد فينا حتة كبيرة أوي الحقيقة الشفيعة المؤتمنة لجنس البشرية المحبة والمحبوبة كلام كتير عظيم ممكن نقوله على أمنا العدرة تعالوا نتأمل النهاردة أكتر ونتكلم أكتر لكن سمحنا نرحب بضفتنا اللي منورانا دكتورة مها سليمان أمين اجتماع الخدام بكنيسة الشهيد العظيم مريمين القديس أوبسطينوس بدار السلام أهلا بك يا دكتورة منورانا أهلا بك يا دكتور صباح الخير على حضرتك ويعني إحنا النهاردة نتكلم في أصحاح غني مليان بحاجات كثير وهنقف يعني ممكن تحديدا عند الآية لكن سمحنا نسمعها مع حضراتكو دلوقتي ونرجع نتأمل فيها وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة نبوآت كتير اتكلمت عن استتة العظرة من العهد القديم لغاية لما وصلنا لسمعان الشيخ ودوره والكلمات اللي قالها والحياة احنا بنتغنى بيها وبنكررها النهاردة عشان كان بيقول وبيتكلم عن الأوجاع وعن الألام وعن كل حاجة هتمر بيها استتة العظرة في حياة هبرحب حضرتك مرة تانية يا دكتور وخلينا ناخد الأول فكرة عن الأصحاح التايم من جيل معلمنا لوقا بصراحة إنجيل قديس معلمنا لوقا البشير من هما اتنين أنا جيل إنجيل لوقا ومتا الواحدين اللي كلموا على طفولة السيد المسيح واتكلم باستفادة وهو قال كده لو رجعنا للأصحاح الأول هيقول إنه تتبعت بالتطقيق يعني ما قلناش حاجة إلا لما هو متأكد منها وتتبعها بالتطقيق وبيتكلم على يبتدي بالاكتتاب بالأمر بيه وصس كايسر وبتيجي السيدة العزراء القديسة الطهراء البتول مرت مريم تيجي من الناصرة من فوق خالص من الجليل لحد بيت لحم مسافة 120 كم يغضوها في وقت كانت وسيلة المواصلات هي الدواب والمشي مشوار طويل جدا وبيوصلوا بيت لحم وعارفين طبعا قصة الميلاد السيد المسيح في المزواد والرعاة في جنب بيت لحم بيت صحور فقريبين جدا منهم والملايكة تظهر لهم في نفس يوم ميلاد السيد المسيح كان الرعاة بيجوا يحتفلوا بهذا الميلاد بعد بشارة الملايكة لهم وفرحة وإزاي بقى العدرة وقديس يوسف النجار يبهته من إنه الخبر انتشر وهم فاكرين إنه ده حدث سري محدش عارفه غير هما الاثنين ويلقوا بقى دول جايين يحكوا عن الملايكة وخلافه ويكلم بقى على ختان السيد المسيح ويوم التطهير في الهيكل ويحصل بقى اللقاء العظيم مع سمعان الشيخ اللي إن شاء الله نكلم عنه وحنة بنت فنويل النبية وتنقطع الأخبار عن السيد المسيح هتشرف عنه حاجة لأن العدرة متفكرة بكل الأمور في قلبها ولا بتحكي ولا بتقول ولا بتفتخر ولا أي حاجة ويدوب يظهر مشهد كده وسن المسيح 12 سنة في الهيكل ويرجعوا الناصرة ويسكت خالص كل البشاير ما تتكلمش لحد ما يبقى سنه 30 سنة نبتدي في خدمة السيد المسيح دكتور أنا عايزة أسأل حضرتك كمان الجزء ده بيسموه تسبحة سمعان الشيخ لو حركت تكلمين على الموقف ده وواحد واقف قدام العدرة البنوتة الصغيرة يقول لها سيجوز في نفسك سيجوز في كلام صعد فلو حركت توصف لنا وتشرح لنا هذا المشهد طبعا سمعان الشيخ كشخص يعني نعرف عنه معلومة هو شيخ ضمن 72 شيخ دعوه في ترجمة العهد الأجيم دعاهم بطليموس فيلادلفوس سنة 300 قبل الميلاد علشان يترجموا العهد الأجيم من العبرية اللي هو مكتوب بيها إلى اليونانية اللغة السائدة في هذا العصر فبيجي وبيترجم ويصدم بسفر أشعية اللي احنا بنسميه الإنجلي الخامس لأنه بيحكي بالنبوات كل أحداث ميلاد والصلب والفداء وكل أحداث حياة السيد المسيح موجودة بسفر أشعية أزمان طويلة جدا فييصدم بالآية اللي بتقوله وزا العزراء تحبل وتلد ابنا ويقف قدامها ويقول لا مفيش كده ده خارج عن طاق العقل البشري طب أنا خليها هوزة الفتاة ويظهر ليه الملاك ويقوله لا أنت مش هتموت لحد ما تشوف العزراء تحبل وتشوف العزراء معها ابن وتعرفهم وتبقى مهمة سمعان الشيخ كل يوم يروح الهيكل مستني هذه العزراء لحد فعلا لما يشوف هو بإعلان الروح القدس اللي هو أعلن له صحة الترجمة وأعلن له أنه مش هيموت غير لما يشوف المسيح يعرف العزراء مريم يعرفها إزاي يعرفها بإرشاد الروح القدس ويعرف السيد المسيح وتباك يا سمعان أنك تحمل السيد المسيح وتقول الآن تطلق عبدك بسلام ويعطي رسالة للبشرية أنه ليس لك إطلاق من عبودية الجسد إلا بحمل السيد المسيح وبرؤيته والتعامل معاه والحياة به والاتحاد معه ودي الحياة اللي احنا كلنا بنجري لها دلوقتي ونحاول نتناوله ونتحد به لأنه هذه هي السلطان على الحياة كلها والإطلاق من سلطان الجسد طيب النبوءة بتاعته هو بيكلم سيد العضرة وبيقولها يا جوز في نفسك سيف يعني أنا بتخيل أنه مثلا إحنا كنا وقفين في الموقف ده وسامعين وهو بيقولها الكلمات دي وقع كلمة زي دي أو النبوءة دي على نفسها وهي يمكن قبلها من بداية بشارة الملاك للعضرة ليها وهي مواقف 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 وكلها حاجات برضو ما يستوعبهاش العقل البشري فلو اتكلمنا على السيف بيرمز طبعا يعني لإيه ولو تخيلنا وقع النبوءة دي عليها طبعا طبعا العضرة يجوز بس نعرف أنه يجوز دي مش معناها يعبر أو يعدي يجوز يعني يختارق يختارق نفسك السيف الأصعب الأصعب زي كل أم تحب ابنها يكون كده لا ده ابني وإلهي يعني حتى الكنيسة بإرشاد الروح القدس في صلاة التاسعة آخر قطعة تقول أما العالم يفرح لقبول الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا ابني وإلهي فهو مش مجرد ابن ده ابني وإلهي صحيح ويجوز في نفسها أصعب سيف أي أم تحتمله لما تشوف ابنها مهان ومعرّة ومسلوب ونقران الجميل ولما تسمع النبوءة دي من وهو طفل هي شيلاء يعني يمكن لما بيحصل حادث يعني لقدر الله في وقته كده والأم بتاخد الصدمة بتاعة الحادثة غير لما يعني يتقلع أن ابنك يحصل له كده من وهو طفل على قدية وتفضل قاعدة مستنية طبعا هي بتبقى قاعدة حياتها كلها مستنية هذه اللحظات الأليمة وهي طول الوقت بس برضو زي ما هي شايفة اللحظات الأليمة دي هي برضو شايفة قد إيه أظن أنها عاشت كم من المعاجزات لو كانت حكيت لنا عليه كنتم ما كانتش تساعد يمكن فيه فنان إيطالي كان فيه صورة عندي من زمان صورة كبيرة كده جسد فكرة يا جوز في نفسك سيف دي وعمل العضرة سيف كده داخل قلبها فالصورة نفسها تخض يعني حاجة صعبة قوي أن واحد يتخيل أن الأمومة يعني حد يجرح أم كده في ابنها بهذا الكلمات لكن قال لها كلمة أنا برضو محتاجة تفسير قال لها لتعلن أفكار من قلوب كثيرة إيه هي الأفكار اللي هتعلن وإيه هي القلوب الكثير طبعا هو قال لها يجوز في نفسك سيف ليه تعلن أفكار من قلوب كثيرين لأنه على قد ما العزراء العزراء تتألم وتصدق وتؤمن والبنت البسيطة بنت الهيكل تضع نفسها موضع تسليم كامل لإرادة ربنا في نفس الوقت نلاقي أنه الشيوخ والكتبة والفريسيين اللي هم حافظين النموس وحافظين الشريعة ومنتظرين المسية بكل تفاصيله اللي هي واضحة قدامهم ما فيش مجال الشك ومع ذلك ينكروا وجوده وتفضح أفكارهم ونياتهم ليه؟ ليه مش هايزين يصدقوا ليه مش هايزين يقولوا حفاظا على مكانيتهم وعلى مركزهم وعلى مكاسبهم المادية والاجتماعية والمتكآت الأولى التي تفخروا بيها فأعلنت أفكارهم وفضحت أمام العالم كله لعدم إيمانهم وتصدقهم لشخص رب المجدس وعلى مكاسبهم أكيد الحال نحن نشوف قد إيه كنستنا الجميلة يعني بتكرم ستة العذرة ووجودها في التسبحة وحتى يعني الأطفال الصغرية لما نستطيع علمهم الترانيم ويعني إيه لما نتكلم عن الأم يبقى قبل ماما اللي في البيت ماما العذرة فكلها حاجات يعني بتحاول على قد ما نقدر نوصف بس ستة العذرة فلو قلنا تأثير القديسة العذرة مريم على كنيستنا القديسة الكنيسة تجل وتحترم جدا وتحب وتتشفع سيدة الكون العذراء الطهرة البتو المرت مريم تعمل كنايس على اسمها كل قطع كل صلوة في الصلوات السابعة في الأجبية لها قطعة خاصة كده بتشفع بالعذرة مريم تحط قانون الإيمان المقدمة بتاعته للعذرة مريم السلام سلام للقدسين أول سلام قبل الملايكو قبل كل القدسين هي السلام للعذرة مريم يعني الهتينيات في الكنيسة في الأداس التسبحة لازم لها مكانة خاصة للعذرة بشفاعة والدة الإله يعني الكنيسة بإرشاد الروح القدس مخالية العذرة مريم في كل تفاصيل تقوس وعقدة الكنيسة مجرد النبونا ماسك الشورية بنقول دي العذرة أسماء الألقاب العذرة ألقاب والدة الإله سي أوتوكوس اللي يقولوا عليها الحمامة الحسنة المجمرة الدهب الحمامة الحسنة علاقة موسى ألقاب ألقاب عظيمة جدا ما حدش لقب بيها غير العذرة والرموز اللي اتحققت يعني لما نرجع بقى للعهد القديم أخيرا فهمنا كل دا كان بيرموز لست العذرة الأعياد أعياد كل التفاصيل أعياد نعيد ببشارة يواقيم بميلاد السيدة العذراء مريم نعيد بميلاد العذرة نعيد بشارتها بميلاد المسيح وبعدين نقول سوم العذرة وبعدين نقول الشهر المريمي ونيحيتها ورؤية جسدها وصاعد السماء يعني كل تفاصيل حياتها إحنا بنعيد بها دا طبعا دا إرشاد الروح القدس لتكريم سيدتنا وأمنا كلنا رعا درموز طبعا مهما تكلمنا عنها مش هنقدر نوفيها حقها صحيح ولما نشوف أن قطع الأجبية بتتكلمنا حتى في أن لحظات الموت أصعب اللحظات بنطلب شفعيتها وأنها تكون معايا وأنها متتركناش أبدا فأكيد دي حاجة كبيرة لكن اللي لست ما جربش أنه عنده أم حنينة إحنا النهاردة بنقول له جرب وأنت أبدا عمرك ما هتندم سعيدنا جدا وجود حضرتك دكتور مهة سليمان زيادة أمين اجتماع الخدام بكم السيدة العظيمة رمينا القديس أغسطين وسبدار السلام صبح الخير عليكي مرة تانية نورتينة جدا يا دكتور ولسه معاكم مشاهدينا لسه هنخرج لفاصل ونرجع مرة تانية عشان يتبارك يعني ذهننا وتتبارك أفكارنا ويتبارك لسالنا بالكلام على أمنا ست الكل العذرة ماري اشتركوا في القناة